يقولي كمان ان الجوزية ولا رشح فريرا للزمالك اه طبعا طب ليه فريرا انت اللي خليتني اروح للسيكة دي ليه فريرا في اخر ايوم مع نادي الزمالك كان بيقدم مباريات سيئة جد برافا عليك انا بصة كابتن كريم انا 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 مستر فريرا انا اسألت السؤال ده كذا مرة بس اسألت في الشارع مستهالتش في اه 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 يعني مستر فريرا لما جيش تغل معنا اول لما جي الراجل كانت الناس كلها مش مقتنعة بيه بس لما كان امير دراح يتعاقد مع الراجل ده كان الراجل ده الدنيا تقلبت عشان توصله ما كانش عارف يوصله اصلا راجل اسم كبير جدا في البرتغال ولما جاننا احنا مكناش عارفين الكيمة ديت لما جيش تغل معنا الناس كلها قاعدت تتاريا ايه الراجل الكبير اللي انت جايبه ده ايه اللي مش عارف ايه ايه طبعا لما جيه يعلمنا حتى احنا نقف ازاي في الملعب ولا نستلم ازاي احنا كلنا استغربنا لما بيقول احمد عيد انت تقف تستلم كده وتعمل كده احمد عيد قال له انا عندي سبعة وثلاثين سنة هتبقى تعلمنا وانا باموت يعني الراجل قال له انت بتعلم لغاية ما تموت فعلا وفعلا احمد عيد بعد السنة اللي لعبها معاه طلع قاعد يشيد بيه انا في مركزي كنت بالعب باكلفت وانا مش باكلفت علمنا اقف ازاي وعلمنا استلم ازاي وعلمنا اتحرك ازاي ودفع ازاي طريق حمد قاعد اربع شهور عشان يخش الفرقة والراجل بعد كده بقى نمرة واحد عنده بس علم طريق حاجات كتير اللي هو ما يندفعش اللي هو ما ياخدش انظرات اللي هو يقف ازاي استلم ازاي كان ابراهام صلاحة واللي بيلعم وطور مني وطور من احمد توفيق الجيل ده كله زعلان على الراجل دوت الراجل ده ما نجحش المرة التانية ليه ما تلقاش الدعم اللي هو شافه الاولاني وكان معاه جهز بصراحة انا على مستوى الشخصي كنت بحبهم جدا مجهز محترم جدا كان نونو قلميه ده مدرب عام كان بيدرو الراجل بيدرو ده راجل محل الاداء حاجة محترمة فيديو محترم جدا روي راجل ده كان مدرب مساعد كان مستر فريرا الاربعة دول كان عاملين شغله مع بعض كواس جدا كل واحد عارف مهامات شغله انا مستر فريرا ده ما كانش بينزل الملع كانش بينزلين التمرين ينزل يعلق ويبص ويطلع كان الراجل ده كله شغله محاضرة كان يجيب لك المحاضرة يقولك هتكسب من هنا خلي بالك من هنا الكلام ده بخبراته بكل حاجة يقولك محاضرة ممتازة تنزل تباوت نفسك في الملعب كان عندنا بيدرو ده كان بيصور لك التمرين اللعاب اللي كان بيأثر في التمرين بيتفاجأ اللي في محاضرة في الفيديو اللي انت مأثر في التمرين يعني الراجل شغال على كل حاجة كان بيدرو ده بيقعد في المدرب بيجيب لقطة لكل لعيب كل تمرين يعني أحمد قال له لا أنا ضغط قال له لا أنت ما ضغطش قاعدوا يتجدلوا لأ أحمد بيربط جازما قال له بصة أنت بتعمل إيه كلنا بدأنا نقلق كلنا بدأنا نخاف في جدية جدا في التمرين التقسيمة اللي كانت تبقى قابل المطش دي هتكدر بنار كان لازم كله يبقى لبس الشنكار وشغال على نفسه واللي صب يطلع معندوش يموها ظهر كان دايما يقلق مننا وإحمد توفيق كان يقولك الاتنين اللي وحدة اللي بخاف منهم محمد توفيق وإحمد طلبة كنا ممكن نلعب وإحنا مصابقين مش مشكلة مش مشكلة بالنسبة لنا إنما هو راجل عظيم أنا من مجرد نظري